أخي الفاضل المتداول لن تكون متداول ناجح إلا إذا تحليت بالصبر والمثابرة لتتعلم أساليب التداول بأسلوب علمي صحيح من أجل تحقيق النجاح والتفوق لا تعتمد على أحد يقول لك خذ هذه الاستراتيجية وجربها وهتلاقيها مربحة وهتعلمك إزاي تكسب من التداول بدون أساس علمي باختصار ما تديش دماغك لحد لأنك في الأول ممكن تكون تعمل صفقات ممكن تكون نجحة لكن بدون علم وبدون تدريب جيد وصبر ومثابرة هتكون صفقاتك عبارة عن مقامرة وليست متاجرة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلاموني أهلا ومرحبا لكم على قناة STC سلاموني تريدينج شانيل مع كورس كشف غموض زوايا جان وكيفية استخدامها في التداول عنوان حلقة اليوم دائرة الوحدة في الرياضيات دائرة الوحدة هي دائرة طول نصف قطرها وحدة الأطوال ومركزها نقطة الأصل ويكون شكل الدائرة كما هو موضح على الشارد الذي أمامي لكن كيف تكونت هذه الدائرة هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذه المحاضرة لكي نفهم كيف تكونت هذه الدائرة لابد أن يكون لديك عزيزي المتداول بعض المفاهيم الرياضية الواضحة تماما مثل تعريف الزاوية التعريف الصحيح وكيف تكون قياستها وما هو أنواع هذه القياسات مبدئيا وقبل الخوض في تفاصيل المحاضرة أخي الفاضل أنا عايزك تكون صبور في تلقي هذه المعلومات لأنها معلومات دسمة جدا وقوية جدا وخاصة عند غير المتخصصين في الرياضيات فضلا عن أن علوم الرياضيات نفسها لا تلقى قبولا كبيرا عند كثير من الناس وكما قلت في عنوان الكورس كشف غمود وأسرار زوايا جان أحيط علم سيادتك أن جان نفسه لم يفصح عن هذه الأسرار حتى لأقرب الناس إليه حتى ابنه لم يقل له والده عن أسراره في التداول حتى الطلبة اللي كان بيديهم كرساته الخاصة لم يفصح لهم عن أسراره وكان مبدأه أنه يجب على كل طالب أن يصل إلى هذه الأسرار بمجهوده الشخصي وبنفسه وما نفعله الآن هو مجرد الكشف عن أسرار زوايا جان في ضوء المعلومات الرياضية المتوفرة لدينا لذلك أخي المتداول إن لم يكن لك شغف لمعرفة أسرار جان في التداول فأنصحك بعدم المتابعة وعدم إرهاق نفسك في شيء أنت لا تجد بداخلك الحافز والدافع القوي لدراسته واستغل وقتك في أي شيء مفيد غير ذلك أما إذا كان لديك الشغف والحب لمعرفة زوايا جان بأسلوب علمي فهذا ما نحاول أن نعمله من خلال هذه السلسلة بنحاول نتعلم كيف تكونت هذه الزوايا ولو من قبيل الإجباع العلمي أي العلم من أجل العلم والأكيد أنا لو فهمت صح فسوف ينعكس ذلك على أسلوبي وطريقتي في التداول وهناك بعض البديهيات في الرياضيات لابد من معرفتها أولا تعريف الزاوية كما قلنا الزاوية هي عبارة عن شععين يخرجان من نقطة واحدة يسمى هذان الشععان ضلعي الزاوية النقطة التي يخرج منها الشععان تسمى رأس الزاوية ويسمى الشععان ضلعي الزاوية لكن في نقطة مهمة جدا وهي أن الضلع الأفقي يسمى الضلع الابتدائي للزاوية بينما الضلع المائل يسمى الضلع النهائي للزاوية ثانيا لماذا قسمت الدائرة إلى 360 درجة يرجع الفضل في تقسيم الدائرة إلى 360 درجة إلى الفلكيين البابليين الذين اعتقدوا أن السنة تتكون من 360 يوما وكذلك علماء الإغريق وقد عرف إقليدس الفيلسوف عالم الرياضيات الشهير الزاوية في المستوى على أنها ميل أحد مستقيمين على آخر بحيث أن المستقيمان يلتقيان في النقطة وغير متوازيين بينما في الرياضة الحديثة كما قلنا هي الشكل الهندسي الناتج عن التقاء شععيني في نقطة بدايتهما رأس الزاوية ويرمز لها بأي حرف من الحروف مثل ألفا بيتا سيتا وهي كلها حروف لاتينية كما بالشكل زاوية اي او بي تساوي سيتا تساوي 45 درجة ثالثا يوجد طريقتان لقياس الزاوية إذا كان اتجاه الضاران للضلع النهائي في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة كان قياس الزاوية موجبا أما إذا كان اتجاه الضاران للضلع النهائي مع عقارب الساعة كان قياس الزاوية سالبة كما بالأمثلة الموضحة أمامي ويوجد شرطان أساسيان لقياس الزاوية على دائرة الوحدة طبعا دائرة الوحدة تمثل المقطع السطحي الأفقي لسطح الكرة الأرضية هذه الدائرة مركزها نقطة الأصل وهو مركز الكرة الأرضية ومجموع الزاوية المتجمعة حول هذه النقطة يساوي 360 درجة بعدد أيام السنة تقريبا وبقسم 360 درجة على 12 عدد شهور السنة هيكون عندي 30 درجة تمثل كل شهر من شهور السنة في هذه الحالة تقسم الدائرة إلى أربعة أقسام تمثل الفصول الأربعة وهي الصيف والشتاء والخريف والربيع ولكن كيف تقرأ الزاوية قراءة صحيحة على الدائرة السطحية للكرة الأرضية لكي تقرأ الزاوية قراءة صحيحة لا بد أن يتوفر شرطان الأول هو أنه يجب أن ينطبق الضلع الابتدائي للزاوية على الاتجاه الموجب لمحور السينات كما هو موضع على الشرط الذي أمامي لاحظ انطباق الشعاع الذي باللون الأخضر على الاتجاه الموجب لمحور السينات الشرط الثاني هو أن رأس الزاوية يجب أن تكون مطابقة تماما لمركز الدائرة أي أن رأس الزاوية فيرتكس ينطبق على مركز الدائرة السطحية للكرة الأرضية وكمثال عندي أهو زاويتين إحدى هما موجبة والأخرى سالبة الزاوية الموجبة حققت الشرطين وهو الضلع الابتدائي يقع على الاتجاه الموجب لمحور السينات والضلع النهائي تحرك عكس عقارب الساعة عشان كده عمل لي بوزيتف أنجل الزاوية رقم واحد زاوية موجبة ولما الضلع النهائي تحرك مع عقارب الساعة عمل لي زاوية سالبة نيجاتف أنجل وهي الزاوية رقم اثنين لكن في النهاية بيكون القياس المطلق للزاويتين أي مجموع القياس المطلق لهما هو 360 درجة عندي كمان مثال كما هو موضع على الشرط الزاوية إيه؟ زاوية في وضع قياسي وكلمة في وضع قياسي معناها أن الشروط محققة فيها وإيه هي بقى الشروط؟ الضلع الابتدائي لهذه الزاوية يقع على الاتجاه الموجب لمحور السينات ينطبق عليه يعني ورأس الزاوية تنطبق على مركز الدائرة وهي زاوية منفرجة قياسها أكبر من 90 درجة وأقل من 180 وهي زاوية كما نرى موجبة وتساوي بلاس 150 والضلع النهائي يتحرك في اتجاه عكس عقارب الساعة وبالمثل الزاوية سيتا على هذه الدائرة السطحية زاوية موجبة في وضع قياسي لتحقق جميع الشروط موجبة لأنها مقاسة في اتجاه عكس حركة عقارب الساعة وفي وضع قياسي لأن الضلع الابتدائي ينطبق على الاتجاه الموجب لمحور السينات وزاوية الرأس تنطبق على نقطة الأصل الذي تمثل مركز الكرة الأرضية وده شيء مهم جدا جدا في حساب الزوايا حسابا صحيحا كده نكون فهمنا هذه الدائرة والتي سوف نطلق عليها فيما بعد دائرة سطح الكرة أو الدائرة السطحية أو الدائرة المسطحة للكرة الأرضية وهذه الدائرة تقابل دائرة مثلها تماما في سطح السماء تسمى الدائرة الفلكية وسنربط بين الدائرتين فيما بعد إن شاء الله وكما نرى هذه الدائرة تنقسم إلى 360 درجة في شكل محورين متعمدين يقسمان الدائرة إلى أربعة أجزاء أو بمعنى صح إلى أربعة أربعة الرابع الأول أي زاوية فيه بتكون حدة وتنحصر بين 0 و90 درجة الرابع الثاني أي زاوية فيه بتكون منفرجة وتنحصر بين 90 و180 درجة الرابع الثالث أي زاوية فيه بتكون منعكسة وتنحصر بين 180 و270 درجة وكذلك في الرابع الرابع أي زاوية فيه بتكون منعكسة وتنحصر بين 270 درجة وتلت و160 درجة وحينما يعود الضلع النهائي وينطبق مرة أخرى على الضلع الابتدائي بذلك يكون قد أتم دورة كاملة حول المحور أو بمعنى أدق حول نقطة الأصل وتساوي هذه الدورة 360 درجة أما الزواية التي تقع على المحاور فتسمى زواية ربعية وقياسها 0 درجة و90 درجة و180 درجة و270 درجة و360 درجة ودلوقتي مع ملخص سريع لكل اللي احنا اتكلمنا فيه عندي محورين متعامدين متقاطعين في نقطة الأصل عندما ينطبق الضلع الابتدائي على الاتجاه الموجب لمحور السناد على يمين نقطة الأصل نحصل على زواية قياسها 0 وعندما يكون الضلع النهائي اللي هو رقم واحد يقع في الربع الأول فإن قياس الزواية في هذه الحالة تكون حادة تنحصر بين 0 و90 درجة يعني زاوية حادة وعندما يتحرك الضلع النهائي ويصبح رقم اثنين فإنه يقع في الربع الثاني والزاوية في هذه الحالة تكون منفرجة قياسها أكبر من 90 درجة وأقل من 180 درجة لاحظ أن الضلع النهائي يتحرك في عكس عقارب الساعة وعندما يصبح الضلع النهائي في الربع الثالث فإن الزواية في هذه الحالة تنحصر بين 180 درجة و270 درجة ويكون نوع الزواية في هذه الحالة منعكسة أما الربع الرابع والأخير فإن الزواية في هذه الحالة تنحصر بين 270 درجة و360 درجة وتسمى أيضا زاوية منعكسة وعندما ينطبق الضلع النهائي على الضلع الابتدائي فإننا نحصل في هذه الحالة على زاوية قياسها 360 درجة أي دورة كاملة واحدة وهكذا إذا تحرك الضلع النهائي اثنين دورة تصنع 720 درجة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات وهكذا إلى أي عدد من الدورات أضرب عدد الدورات في 360 درجة يعني لو دورة واحدة يبقى واحد في 360 لو دورتين اثنين في 360 لو تلاتة تلاتة في 360 أحصل على قيمة الزاوية التي حدثت عندي نتيجة دوران الضلع النهائي حول نقطة الأصل ويرجع في الآخر ينطبق على الضلع الابتدائي والشكل اللي قدامي ده شكل هندسي مبسط لجميع أنواع الزاوية اللي احنا اتكلمنا عنها موضحة بالأمثلة كما هو موضح على الشرط أخي الفاضل المتداول لن تكون متداول ناجح إلا إذا تحليت بالصبر والمثابرة لتتعلم أساليب التداول بأسلوب علمي صحيح من أجل تحقيق النجاح والتفوق لا تعتمد على أحد يقول لك خذ هذه الاستراتيجية وجربها وهتلاقيها مربحة وهتعلمك إزاي تكسب من التداول بدون أساس علمي باختصار ما تديش دماغك لحد لأنك في الأول ممكن تكون تعمل صفقات ممكن تكون نجحة لكن بدون علم وبدون تدريب جيد وصبر ومثابرة هتكون صفقاتك عبارة عن مقامرة وليست متاجرة وإحنا بنتكلم عن زواج هان في التداول عايزك تكون واخد بالك النجان ده كان رجل عميق التفكير جدا من حيث قدرته على المتاجرة في سوق الأسهم عموما بجميع أنواعه سواء من حيث السلع المستقبلية أو السندات أو العقود الآجلة عشان كده لازم تكون عارف أن هذا الرجل كان يمتلك من علوم الرياضيات والفيزياء والفلك الكثير الذي يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات قد تستغرق كثير من الأوقات طيب ممكن نسأل سؤال نجاوب عليه المحاضرة القادمة إن شاء الله هل كان وليام جان يعلم ما هو طول محيط الدائرة أي قانون محيط الدائرة وهل كان يعلم ما هي مساحة الدائرة وبالمثل هل كان يعلم كيفية حساب محيط الكرة الأرضية ومساحة سطح الكرة الأرضية وما هو طول نصف قطر الكرة الأرضية وما هي النسبة التقريبية باي اللي باللغة العربية طه وهي تساوي 22 على 7 أو 13 من 100 اللي هي طول محيط أي دائرة على طول قطرها هذا ما سنجيب عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله إلى أن ألقاكم لكم خاضي استحيات مستر محمد السيد السلموني كليل معلمي الرياضيات والإحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال وأذكر نفسي وإياكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحثنا فيه على وجوب وفضل التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير توضو خماصا أي جوعا وتعود بطانا أي شبعانة ممتلئة البطن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته